بعد تصعود حدة التهديدات للملاحة في البحر الأحمر وتزايد وثيرة الهجمات على السفن أخيراً قررت الإدارة الأمريكية شن ضربات بالتعاون مع بريطانيا على مواقع لميليشيات الحوثي في اليمن لإضعاف قدراتها على شن مزيد من الهجمات كما تقول وقالت مصادر الاسكانيوز العربية إن واشنطن أبلغت الحوثيين قبل شن هذه الضربات تحديات كبيرة تواجه الولايات المتحدة في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط ويرى كثيرون بأن السياسة التي اتبعها الرئيس الأسبق باراك أوباما والتي أيضاً اتبعها بايدن والقائمة على الانسحاب الأمريكي من المنطقة ساهمت بشكل كبير في تعقيد الأوضاع ومنح مساحة لإيران وأذرعها فهل فقدت واشنطن نفوذها لدى حلفائها في المنطقة وقوة الردع لدى أعدائها في عام 2011 وفي خضم اشتعال ثورات ما عرف بالربيع العربي ألقى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خطاباً في مبنى وزارة الخارجية رسم فيه الخطوط العريضة لسياسة بلاده الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط وبدأ أن مصطلح الانسحاب الأمريكي بات بعدها أكثر استخداماً لدى المسؤولين الأمريكيين انسحاب ليس عسكرياً فقط وإنما رغبة أمريكية في تقليص الانخراط في ملفات المنطقة عسكرياً أعلن أوباما في العام نفسه بدأ سحب قواته من العراق ثم انخرط في مفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي والتوصل معها لاتفاق عام 2015 بعيداً عن أطراف حليفة لواشنطن في المنطقة ورغم السياسة المغايرة التي اتبعها دونالد ترامب فإن الرئيسة جو بايدن الذي كان نائباً لأوباما اتبع إلى حد بعيد نفس السياسة فأكمل الانسحاب من أفغانستان بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات وأحيى المفاوضات النووية مع إيران وذهب أبعد من ذلك حين رفع بعض العقوبات عنها ورفع التجميد عن ستة مليارات من أموالها تغاض عن بعض ممارسات حزب الله اللبناني وأيضاً رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب وفي عام 2021 أعلن بايدن وقف بيع الأسلحة للسعودية في خضم الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن نستخدم دبلوماسيتنا لوقف الحرب في اليمن على هذه الحرب أن تنتهي وعلينا الوفاء بالتزاماتنا سنوقف كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلاة وهي الجماعة نفسها التي عاد بايدن اليوم ليعلن عليها الحرب بسبب استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر والحديدة نفسها التي تعرضت لقصف أمريكي بريطاني هي التي طالما دعا التحالف العربي وسعى لتحريرها من قبضة الحوثيين دون أي دعم دولي لهذه الخطوة ذلك التغير في السياسة الأمريكية كانت له عواقبه أسفر عن توسع غير مسبوق في النفوذ الإيراني وتمكنت طهران من تعزيز وجودها عبر أذرعها في عدد من الدول بدءا من العراق وصولا إلى اليمن مرورا بسوريا ولبنان اليوم وفي خضم الأحداث الجارية يبدو أن واشنطن استدمت بواقع جديد في المنطقة نتيجة لتلك السياسات فهي لم تحافظ على نفوذها وعلاقاتها مع حلفائها مثل ما كان في السابق ومن بينهم إسرائيل حيث ظهر ذلك جليا في حرب غزة إذ ترفض إسرائيل التجاوب مع الكثير من مطالب واشنطن كما أنها فقدت إلى حد كبير هيبة الردع لدى الكثير من خصومها ظهر ذلك بشكل واضح في تعرض قواعدها في سوريا والعراق للقصف من طرف موالين لإيران مقابل ذلك تعظم الدور الصيني والروسي في منطقة الشرق الأوسط واتجهت أطراف في المنطقة إلى هاتين الدولتين لبناء تحالفات جديدة نرحب بضيوفنا من الرياضة الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي كما نرحب بأستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين ريوران وفي واشنطن نرحب أيضا بمساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لورانس كورب أهلا بكم جميعا دكتور سالم اليامي هل ما تعيشه منطقة الخليج والشرق الأوسط وآخرها الضربات الأمريكية على الحوثيين نتيجة حتمية للسياسات المتابعة من قبل واشنطن بدءا من أيام أوباما ثم ماتله مع بايدن من تخلي عن الدور التقليدي للولايات المتحدة في منطقة الخليج بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ فضيلة أحيي السيدات والسادة المشاهدين أيضا أحيي السادة الضيوف أولا أنا أشكركم للاستضافة وأشكركم على التقرير الجميل والجميل جدا والمهم في الحقيقة والذي رصد أركان مهمة في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالمنطقة ربما خلال عقدين ماضيين هذا مهم جدا وهذا سيساعدنا في رؤية ما نتحدث عنه اليوم أكثر حديث حضرتك عن هل ما يحدث اليوم هو نتيجة لربما تهاون أو تساهل أو عدم القيام بما يجب في السابق واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدفع نظير ذلك أو جزاء ذلك أو جراء ربما التقاعس أو التهاون أو رؤيتها التي كانت مختلفة دعينا نقول أنا من وجهة نظري أن الجانب الأمريكي لا يهمه أن ننظر إليه بأنه كان يوم من الأيام يلعب بسلاح معين واليوم يلعب بسلاح آخر وأنه خسر وكسب الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ فضيلة كما تعرفين هي دولة قطبية وفي المرحلة الماضية ربما التي الكثيرون يحملونها كثير من السلبيات التي أدت ربما إلى نشوء كثير من الفاعلين في المنطقة ربما يعني الغير طبيعيين في الحقيقة والطارئين على عمل السياسة الدولية وعلى عمل الدول والمنظمات الدولية في المنطقة خاصة بروز ما يسمى بالفاعلين ونحن نعرف فاعلين ما دون الدولة من الذي يعني غذاهم ونشأهم واليوم يستخدمهم بهذا الشكل المخيف في الحقيقة الذي يهدد الأمن والسلم الدولية لكن الولايات المتحدة في رأيي أستاذ فضيلة هي قادرة أن تلعب في كل الظروف بمعنى اليوم وهناك كثير من العقبات تقف في طريقها وهناك كثير حتى من الفاعلين ما دون الدولة الذين يضرون بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وقواعدها وبجنودها وبمواقفها الدولية لكن أنا أعتقد دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أولا دولة لا تزال قادرة على الحشد ولعل من مظاهر هذا الحشد أنا لا أطبل كما يقولون أو ألمع صفحة الولايات المتحدة الأمريكية لكن أنا أتحدث بواقعية الولايات المتحدة الأمريكية أولا لا تزال لديها القدرة على الحشد بدليل أنها حشتت قوة ربما غير مسبوقة حتى لم تحشدها في أيام حرب الخليج أو غزو دولة الكويت هذا رقم واحد الشيء الآخر هي تفرض إراداتها أو ما تريد إراداتها واضحة هي تريد أن تعزل ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط عما يحدث في فلسطين ويكون هناك عزل وعدم توسيع لدائرة معينة لكي تنتهي هي وإسرائيل من دائرة معينة ثم تنتقل إلى دائرة أخرى ذكرتم في الحديث حتى أن إسرائيل هي ربما تتمرد على الولايات المتحدة الأمريكية أو ربما تخرج عن طوعها كما فهمت من التقرير أنا ربما أختلف مع هذه النقطة الولايات المتحدة الأمريكية هي متماهية إلى عد كبير مع وجهة النظر الإسرائيلية ربما الاختلاف يكون في بعض التفاصيل وفي بعض الأشياء الجانبية لا أقل لك دعنا نستطلع رأي الدكتور حسين رويروان دكتور حسين استمعت لرأي سيد اليامي هل تعتقد بأن هذه السياسة التي تبعتها واشنطن مع إيران ووكلائها في المنطقة منذ مدة وصلت ربما إلى نهاية المطاف مع هذه الاستفاقة إن استطعنا أن نسميها لما يقوم به الحوثيون في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء يعني في تصوري أن ما يحدث الآن هو نتاج سياسات أمريكا في دعم العدوان على الكثير من دول المنطقة وخاصة في دعمها للكيان الصهيوني التغييرات الاجتماعية والسياسية في المنطقة تأتي على هذه الخلفية بالتحديد والآن المظاهرات التي تجري في كل دول المنطقة ضد أمريكا وحتى في الغرب وعلى مقربة من البيت الأبيض الأمريكي هي تأتي على خلفية واضحة المقاومة اليوم توحدت مع يعني الشعوب في المنطقة توحدت مع المقاومة يعني المقاومة اليوم لا تخاف أمريكا بسبب الدعم الجماهيري لها اليوم تضرب القواعد الأمريكية في العراق في سوريا تضرب حاملة أسطول حاملة الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر وهذا يعكس أن الاستثمار الأمريكي في إسرائيل خسر أمريكا اليوم تدفع ضريبة هذا الدعم دعم الإبادة الجماعية وجرائم حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل الموضوع ليس في محكمة العدل الدولية فقط يا سيد ريروان اسمح لي يا سيد ريروان على مستوى الشعوب ولكن هذه الممارسات نعم موجودة قبل الحرب الإسرائيلية في غزة يعني الممارسات ما يقوم به الحوثيون ما يقوم به وكلاء إيران دعنا نكون صرحاء معك يا سيد ريروان ما تقوم به إيران من وكلائها في المنطقة لم يبدأ بعد حرب غزة يعني بعد السابع من أكتوبر فيريد ما تركز كثير على ما يجري الآن في نقاشنا حول دعم إيران لما يقوم به وكلائها في المنطقة يعني العداء لأمريكا في المنطقة هو لا يأتي على خلفية غزة فقط نعم الآن قد يكون منسوب العداء ارتفع بسبب غزة ولكن هو موجود بسبب السياسات الأمريكية في المنطقة هناك تراكمات سياسات أمريكا في العراق في سوريا في لبنان في اليمن في كل المنطقة هو الذي أوجد هذه التحولات الاجتماعية اليوم اليمن نموذجا أمريكا ضربت خرج مئات الآلاف نصرة للموقف اليمني ضد أمريكا هذه القاعدة الجماهيرية من أين تأتي؟ تأتي على خلفية ممارسات ولكن الطرف الآخر يا دكتور ويران أعذرني على المقاطعة الطرف الآخر يرى بأن إيران هي من تعبث بأمن هذه الدول وأن ردة الفعل الأمريكية هي في نهاية المطاف رد فعل على ما تقوم به إن كان حزب الله في لبنان الميليشيات التابعة لإيران في العراق في اليمن ما رأيك؟ سؤال جيد جدا أولا هل إيران تستطيع أن تقوم بإيجاد جماعات في أي منطقة في المنطقة بمعزل عن وجود حاضنة؟ طبيعي لا هناك حاضنة قائمة في المنطقة ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية ولولا وجود هذه الحاضنة لم يكن هناك شيء اسمه محور المقاومة من هنا محور المقاومة هو يأتي نتيجة طبيعية للتحولات في المجتمعات حتى في اليمن؟ حتى في اليمن سيد رويوران؟ حتى في اليمن نعم حتى في اليمن طيب اسمح لي أذهب إلى السيد لورانس كور في واشنطن استمعت إلى ما قاله ربما السيد رويوران بأن ما يجري هو رد فعل على السياسات الأمريكية في المنطقة ذكر أكثر من دولة وقال بأن هذا ما رفع منسوب العداء للولايات المتحدة هل توافق على ذلك سيد لورانس كورب؟ طبعا لا يجب أن نستحضر أننا انخرطنا في هذا الرد بعدما استهدفنا في 2001 ونحن رحلنا عن العراق عندما طلب من المالكي أن نرحل ونحن قبل سنتين رحلنا عن أفغانستان ونحن كذلك تدخلنا هذه المرة عندما هجمت إسرائيل وفي الواقع نحن قدمنا المساعدات العسكرية لإسرائيل وهذا أمر فعلناه منذ تأسيس إسرائيل لكن أخبرنا إسرائيل في الوقت نفسي أنها بلغت في الرد لذلك من الواضح بالنسبة إلينا أننا ندعم العراق عبر وجودنا هناك لأن العراق هجم من داعش ونحن أرسلنا حاملتي طائرات بعدما هجمت حماس إسرائيل لأننا لم نرغب أن يكون هناك توسع لهذه الحرب الحوثيون في اليمن لا يهجمون فقط السفن الأمريكية وإنما يعرقلون التجارة العالمية سيد لورينس كورب هؤلاء الحوثيون الذين تتحدث عنهم الآن وتقول بأنهم اعتدوا على الملاحة في البحر الأحمر واعتدوا على المصالح الأمريكية والإسرائيلية اعتدوا مرارا على مصالح المملكة العربية السعودية على أبو ظبي في فترة ما لكن لم نرى أي تحرك أمريكي حتى تم تهديد إسرائيل يعني كيف تفسر ذلك سيد لورينس كورب يعني قادة الشرق الأوسط تعلموا عدم الاعتماد على الولايات المتحدة الآن بالأساس نحن لدينا تحالف من نحو عشرين دولة لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر والهجمات التي شنت من الحوثيين كانت ضد بريطانيا أيضا ونحن حضينا بدعم دول خمسة أخرى بما فيها البحرين وأساسا نحن قلنا سيد لورينس كورب هل توافق سيد كورب هل توافق بأن الحوثيين يقومون بأعمال إرهابية في المنطقة بدعم إيراني هل تدعم ذلك؟ هل تدعم هذا النوع من الأفكار؟ طيب نعم لماذا لم تروا ذلك حين كان لماذا لم تروا ذلك حين رفع بايدن الحوثيين عن قائمة الإرهاب؟ لماذا لم تروا بأن الحوثيين يمثلون خطرا وبالتالي تم رفعهم عن قوائم الإرهاب بمجرد استلام بايدن لمسؤولياته؟ بالأساس لأنه حتى وقعت الحرب في غزة لم يكن الحوثيون يفعلون أي شيء وأساسا نحن كنا نحاول أن ننسج علاقات مع إيران ونتذكر أن إدارة بايدن وقعت اتفاقا مع إيران من أجل رفع التجميد لبعض أصولهم وقالوا إنهم لن يستخدموا أي نفوذ لهم في اليمن ولذلك كنا نحاول أن نقلص وجودنا في المنطقة ونركز على الصين التي نعتبرها أكبر تهديد على أمريكا والعالم سيد اليامي ربما إجابات كثيرة جاءت على لسان السيد لورانس كورب جديرة بالوقوف عندها بصراحة هو تحدث بأنه حين أصبحت المصالح الأمريكية بالتحديد والإسرائيلية في خطر تحركت واشنطن غير ذلك لم يكن هناك داعي لأنه كانت العلاقة مع إيران أهم السادة فضيلة أنت قلت كلمة أنا أتفق مع حضرتك فيها وهي يعني أن مقاربة الشأن العربي هو مسؤولية الجسم السياسي العربي ولن يمنع أحد أي ضرر عن هذا الجسم السياسي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية لم تتضرر في الفترات السابقة وكانت على يعني أحيانا على يعني كما نقول تبادل مصالح مع الجانب الإيراني ودعينا نسمي الأشياء باسمها كما يقولون ونقدم كلام معقول للناس يعني للسادة والسيدات المشاهدين هناك خلل في جسم النظام السياسي العربي وهو بروز الفاعلين ما دون الدولة الذين تحركهم دولة معينة الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعرف ذلك وكانت تلاحظ ذلك وكانت تراقب ذلك سواء كان في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن ذلك أختي العزيزة لم يكن يتعارض مع المصالح العليا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم هذا النهج يتعارض مع المصالح العليا لولايات المتحدة الأمريكية فرأينا الولايات المتحدة الأمريكية حذرت ونبهت وبالأمس كانت تضرب الصواريخ هذا واضح بالنسبة لنا لكن أيضا هو واضح من ناحية تخريب الجسم السياسي العربي هذه مسؤولية العرب يجب عليهم أن يحلوا المشكلة الحالة والتي تنخر في هذا الجسم السياسي العربي والتي هي أداة لتدخل الآخرين في شؤونهم وفي المقدمة وفي الطليعة وبامتياز الجانب الإيراني إيران تسخر كل أدواتها في المنطقة لخلق مشكلة في الجسم السياسي العربي وإيران قادرة على إيجاد خطوط للتفاهم سوى مع الولايات المتحدة أو غيرها إيران عندما علمت أن منطقة البحر الأحمر عسكرت بالكامل قبل أيام سحبت مدمرة ربما لم تكن بذلك القوة لكنها في النهاية أداة عسكرية سحبت هذه المدمرة ولم نسمع أي رد من الجانب الإيراني لذلك الكل يخرب ولكن عندما يصل التخريب إلى مصالحهم الحقيقية أو الحيوية هنا الكل يظهر أنيابه أنا أعتقد أستاذ فضيلة من يجب أن يربي أنيابهم الجسم السياسي العربي هذا السؤال الذي طرحت قبل قليل على سيد كورب من الواضح بأن قادة الشرق الأوسط تعلموا الاعتماد على أنفسهم وليس على الولايات المتحدة هذا ما كتب في الفاينانشل تايمز في كثير من الصحف الأمريكية من الواضح بأنها ردة فعل طبيعية هل تعتقد يا سيد اليامي بأن هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح؟ لأن الولايات المتحدة أيضا مهمة؟ أستاذ فضيلة أنا أعتقد أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح ولكن أيضا هناك مسارات لا يمكن إغفالها في العلاقات الدولية وهي التمسك بالمبادئ التي تحقق الأمن والسلم الدوليين في كل مكان ولعل يجب أن المنظومة العربية أن تكون متماهية مع هذه النظرة الشيء الآخر يجب أن يكون هناك عقلانية في التعاطي مع الأمور الشيء الأهم من ذلك هناك علاقات الآن تنمو ربما بشكل بطيء ولكنها بشكل فيه كثير في تقدير الموضوعية مع الجانب الإيراني ويجب أن يكون هناك حلا أو حلولا للنهج الإيراني الذي سمم الجسد السياسي العربي انظر اليوم إلى ما يحدث في العراق هناك حالة من التجاذب بين الدولة وبين الميليشيات وبين العلاقات مع التحالف الدولي الذي هو موجود في العراق من 2003 كل هذه المشاكل يجب حلها ويجب على العرب أن كما يقول أن ينزعون شوكهم بأيديهم إن وجدوا مساعدة من الطرف الأمريكي أهلا وسهلا إن لم يجدوا فعليهم الحل وعليهم السير في هذا النهج بطريقة أكثر وضوح وأكثر عملية دكتور ويران هل ترى إيران أهمية كما قال الدكتور اليامي إزالة كل الشوائب في العلاقات العربية والخليجية بين طهران والعواصم العربية ما هو الهدف النهائي لما يجري من دعم إيران لكل ما يجري في البحر الأحمر الآن؟ أولا دعيني أتفق مع السيد اليامي أن المنطقة يجب أن تعتمد على ذاتها ولكن ضمن إطار مقاربة مختلفة يعني ما حدث في المنطقة هو أن أمريكا في الألفية الثالثة بدأت باحتلال أفغانستان والعراق قامت بتنفيذ خطة تحت عنوان الفوضى الخلاقة ضربت الدول في المنطقة في سوريا في لبنان في العراق في أفغانستان في الكثير من الدول في المنطقة وهذا ما أدى إلى إيجاد حالة فراغ في الأماكن المختلفة وأدى إلى تغيير في المعادلات في هذه المنطقة نعم هناك ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين مسؤولي المنطقة كيف يمكن حفظ الأمن الإقليمي وكيف يمكن فهم المعادلة القائمة بشكل قريب من بعضه البعض ولكن سيد ريران لا يمكن فرد على دول المنطقة التحالفات التي تناسبها أيضا حتى نكون عقلانيين لإيران حلفاء نذكر منهم الصين وروسيا لدول المنطقة أيضا علاقات جيدة مع روسيا مع الصين مع الولايات المتحدة ألا يمكن أن يتم نسج هذه العلاقات وحسن الجوار مع الحفاظ على تحالفات كل دولة على حدة؟ أنا أتفق معك يعني الاتفاق الإيراني السعودي هو بداية بناء نوع من التفاهم حول الأمن الإقليمي حول الأزمات السياسية في المنطقة من خلال الحوار إيجاد فهم مشترك وإيجاد أرضية لحل هذه الخلافات على المستوى الإقليمي لا أحد في المنطقة يستطيع أن يفرض رأيه أو وجهة نظره على الأطراف الأخرى المنطقة هي منطقة حيوية هناك اشتراكات دينية اشتراكات تاريخية اشتراكات ثقافية قائمة ويمكن الانطلاق منها لبناء تسوية سياسية تحفظ استقلال المنطقة وتحفظ أمن المنطقة في نفس الوقت ولكن يا سيد ريوران هذا الجناح الذي تتحدث عنه هذه اللغة التي تتحدث عنها وهذه اللهجة ليست اللهجة السائدة في إيران انظر إلى ما تقوم به إيران من زعزع للاستقرار في أكثر منطقة عبر وكلائها يعني من جهة تمد يدها وتقول نريد اتفاق سعودي إيراني برعاية صينية من جهة أخرى هي مستمرة في القيام بما تفعل به منذ عقود يعني أولا لحد الآن الاتفاق الإيراني السعودي لم يترجم على الأرض في إيجاد نقاش ومصارحة بين الأطراف في المنطقة وخاصة إيران والسعودية كقوة إقليمية كبيرة في المنطقة هذا أولا وهذا يأخذ على مسؤولي البلدين ثانيا أولا إيران نعم لها حلفاؤها في المنطقة وكذلك السعودية مثلا على سبيل المثال لها حلفائها في المنطقة متى يمكن حل الكثير من الأمور عندما يكون هناك تصارح وتكون إرادة سياسية لبناء تحالفات ولبناء فكرة تحل المشاكل والأزمات في المنطقة دعني أسأل السيد لورنس كورب الآن سيد لورنس كورب لطالما دعمت الولايات المتحدة وإدارة بايدن الحل الدبلوماسي في اليمن عن طريق رفع اسم الحوثيين عن قوائم الإرهاب الآن بعد هذه الضربات ما هو مستقبل خطة السلام الأمريكية مع الحوثيين في اليمن هذا سيعتمد على ما إذا كان الحوثيون أوقفوا درباتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر والسفن التجارية التي تمر من قناة سويل إذا واصلوا ذلك قد يكون هناك احتمال وإذا ردوا على هذه الهجمات من بريطانيا وأمريكا وخمس دول أخرى كإشارة للعودة إلى المحادثات هكذا يمكن أن نرجع إلى علاقات طبيعية لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهجوم على إسرائيل كانت تريد أن تمنع انتشار هذا النزاع والحوثيون لم يساعدوا على تفادي هذا النزاع هم يقولون أن هذه السفن تتجه إلى إسرائيل لمساعدتها وغير الصحيح هذه السفن تنقل وتشحن النفط ومواد عديدة إلى دول مختلفة في العالم ولذلك نحن قمنا بضم نحو 22 دولة في عملية وتحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر ولحماية أيضا الشحن في قناة السويس سيد اليامي في أقل من دقيقة لو سمحت لي ما مدى جدية الإدارة الأمريكية فعلا في تحييد الحوثيين من المشهد في اليمن يعني الإدارة الأمريكية لم تسعى يوما أو لم يعرف عنها يوم من الأيام أنها تريد تحييد الجانب الحوثي ولعل السنوات الثمان التي امتدت من 2015 إلى اليوم دليلا على ذلك لكن أنا أعتقد اليوم السؤال ممكن يكون بطريقة أخرى وهو كيف يمكن التفاهم بين الجانب الحوثي وبين الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنه ممكن الوصول إلى حل إذا الطرفين اقتنعوا بأنه يجب أن يكون هناك تحكيم للعقل كما يقولون ونزع فتيل التوتر السائد في المنطقة الشيء الثاني أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن المفتاح أو النافذة الحقيقية التي يمكن أن تعمل مقاربة بينها وبين الجانب الحوثي هو المفتاح الإيراني المفتاح الإيراني إذا تفهمت إيران وضغطت أعتقد أن الأمور ستسير إلى الأفضل شكرا يا سيد سامي اليامي في السعودية أشكر أيضا الدكتور ريوران في طهران كما أشكر أيضا لورينس كورب في واشنطن شكرا جزيلا